من كتر الأسئلة المحيرة اللي في أذهان الشباب بدأوا يشك في نفسهم وأنا لو بسأل كتير أبقى بفتح أبواب فتنة كتير على نفسي الجواب لا إنت لازم تسأل بس هقولك على حاجتين خد بالك منهم وإنت محتار لأن الحيرة ممكن تبقى بداية هداية وممكن تبقى بداية ضلال حاجتين تاخد بالك منهم لو في أي حاجة ما حيراك رقم واحد لازم تتكلم وتقول ما تسبش الحيرة تتضخم وتتفاقم دكتور صابر خليفة في كتاب مبادئ علم النفس بيقول أن الشخص الحيران إما حيران إيجابي أو حيران سلبي قال الحيران السلبي ده ليه بيسكت ويبدأ يبص على حيرته بسلوك المتفرج وتبدأ تتضخم أنت عارف لو ربنا عمل فعل معين معاك فكنت محتار يكونش ربنا غضان علي يكونش مش كاتب لي التوفيق عشان بيبتليني لو سبت الفكة دي تكبر هتشوف كل أفعال ربنا أنها انتقام منك لو محتار في تفسير آية في القرآن وحاسس أن الدين عنيف وكله ضرب وكله قتله وما روحتش بالحيرة دي عشان تفك الحيرة دي هتشوف حاجات كتير في الدين تخليك عندك نفور وتبقى ساكت وممضوع يتضخم وممكن يروح بعد كده بيك لها مشاكل كبيرة جدا في العقيدة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الحالة دي حالة الحيرة المتوقفة دي كان يقول اللهم إني أسألك الثباتة في الأمر والعزيمة على الرشد عارف يعني عزيمة على الرشد يعني يا رب طاقة تخليني عندي رشاد الرشاد عكس الطيش واللخبطة والحيرة الرشاد والملائكة لما احتارت زمان ما فضلوش يتكلموا مع بعض كلام جانبي كده ويعملوا جوه مش صحي زي الموظفين لما رئيس الشركة يعمل حاجة مش عاجبهم يقعدوا يتكلموا كلام سلبي عليه وعلى الشركة فيهبطوا الجو والمناخ العام اتكلموا يا رب حضرتك خلقت سيدنا آدم وهتخلي الخليفة تجعلوا فيها ما يفسدوا فيها اتكلموا فربنا شرح لهم سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة تاخد بالك منها جدا علشان ما تبقاش الحيرة بداية فتنة إن شاء الله تبقى بداية حكمة لو تكلمت وما سكدتش حاجة تانية تتكلم مع مين لما تكون محتار في حاجة اسأل المتخصص أكبر غلطة في الدنيا بيعملها المحتار إنه بيمشي في سكة غلط فيزود حيرته أو يحسن له الحيرة بطريقة غلط جوجل مش شيخ لو عندك مسألة في الدين ولو فيه على جوجل شوية معلومات فهو مش عالم حاسس بيك وشايفك قدامه عشان يفتيك بما يناسبك أو يرد على المسألة اللي انت عارفها على حسب قدرتك في الاستيعاب ساعات الإنسان يبقى محتار فيسأل اصحابه في مسائل كبيرة جدا في العقيدة ولا في الدين ولا في الحياة ممكن يبقى اللي قاعد جنبك قاري في الدين وفاهم وشخصيته مشرقة وعنده وقت كده بيقف يقول الله أعلم يا بختك لو عندك صاحب كده بس ممكن تسأل واحد متدين غليظ تربيته غليظة جدا وعنده مفاهيم تربوية دينية خاطئة فينفرك قال صلى الله عليه وسلم وبيوصف ناس مننا قال يا عباد الله إن منكم منفرين عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى شاف ناس حيرانة وجههم وجههم فين قال تعالى فاسألوا أهل الذكر أي أهل التخصص إن كنتم لا تعلمون لما تكون انت متلخبط روح اللي يعرف يوصلك وان شاء الله يكون ده دورنا في البرنامج تعرف احنا عملنا ايه في برنامج حائر احنا دورنا على أغلب المسائل اللي حضرتكم حيرانين فيها وروحنا لقال الله قال الرسول قال علماء النفس علماء الإدارة علماء فنون الحياة بحيث أننا أحاول في كل مسألة أنتم محترين فيها أجيب لكم الإجابة من أهل الذكر أهل التخصص ربنا بيقول كده بيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لما تكون متلخبط متقولش لأي حد اللخبطة دي أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول يعني يقول العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لما تكون عندك إشكالية خد بالك هتحطها بالإيدين مين علشان يوصلك لطريق الهداية وليس طريق الضلال لأن بعد الحيرة تأتي الحكمة ويأتي النمو أو يأتي ضلال بعيد ومبين فلو أنت بتسألني هو كتر الحيرة والأسئلة ده فتح الأبواب فتنة أقول لك لأ بشرط إنك تتكلم ما تسيبش الأسئلة جواك وإنك تتكلم مع متخصص عشان يبقى الحيرة دي بداية نمو وحكمة ترجمة نانسي قنقر